وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يهدف لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق العملي للقانون السابق هذا وأكد عدد من النواب أن الموافقة على تقرير بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر ووكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا تهدف لاستكمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر أنفاق القهرة الكبرى قانون من الأهمية لأنه بينتظروا 2.800.000 طلب تقدموا في وجهة نظره يمثلوا ما لا يقل عن 40 مليون مواطن فالناس كتير أو نص المصريين مستنين هذا القانون عشان يقفلوا صفحة المخالفات ويبتدوا صفحة جديدة بعيدا عن الأضايا والأحكام والغرامات وهكذا وده هيقفل صفحة كبيرة لناس كتيرة إن شاء الله تفقيتين النهاردة مرتبطين بالخط الرابع الخط الرابع ده سيادتك ما هيشتغل أول حاجة فترة 17 سنين فإحنا لو عادنا نعمل في المشروع ده 3 سنوات أو 4 سنوات فأوتوماتيك فيه 6 سنين أو 7 سنين دخلهم لمصر الحاجة الثانية الوزارة الوحيدة اللي لها دخل سابت بيعود على الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر